ناقش المنتدى الإقليمي حول الرقمنة لتسهيل تجارة وتعزيز التكامل والتواصل الاقتصادي العربي في اليوم الثاني لبدء أعماله التعاون الدولي والإقليمي في مجال الرقمنة المشاركون في المنتدى بيّنوا أن الربط الإلكتروني أحد الوسائل لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال الرقمنة خاصة في مجال تطوير الحركة التجارية والإجراءات الجمركية دارة الجمارك الأردنية خلال الجلسة قالت إنها تسعى إلى رقمنة جميع مشاريعها والانتهاء من تطبيق مشروع النافذة الوطنية الأردنية للتجارة لتصبح جمارك رقمية بالكامل في نهاية عام 2020 حيث تم تنفيذ مشاريع رقمية ريادية ساهمت في تسهيل وتسريع حركة مرور الترانزيت ما رفع مستوى الرقابة والسيطرة على التجارة وضبط سلامة الشحنات الداخلية والعابرة للمملكة